السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولوا لكا دون لكانترير دي مو سويفون يعني اعطي ضيد الكلمات تالية نجدو سواء نقولوا لكا لكانترير أو لانطنم لكانترير أو لانطنم نفس الشيء أي ضيد وبعد الاحيال في الارتبار يقولوا لكا روليو ديكس لكانترير دي مو سويفون روليو ديكس لانطنم دي مو سويفون أي استخرج من النص عكس أو ضيد الكلمة التالية دينا هنا تمرين لكي نرى متى نضع أ ومتى نضع أ إي أم دينا هنا ديز أكزمبل دينا بو سيبل بو سيبل ممكن تكون تحصلوا على ضيد هذه الكلمة باستخدام واحدا من هذه اللي بريفكس اللي بريفكس إي أم تضعفوا إلى الكلمة إلى بداية الكلمة لكي نتحصل على عكسها أو ضيدها بو سيبل نقولو ام بو سيبل ام بو سيبل هل نضعو أ أو ام ام تري بي نضعو أ ام دينا هناك توقع سيبل ام بو سيبل بو سيبل صليح لشرب بو سيبل نقولو ام بو سيبل نضعو موبيل متحرك أو متنقل عكسه نضعه موبيل موبيل في هذه الحالة الثلاثة فإننا نضع موبيل بذلا من لماذا؟ لأن هذه الكلمات تبدأ بالحروف التالية P B M إذا وجدنا كلمات تبدأ بهذه الحروف P B M طلب منك أن تعطي ضدها باستخدام هذه فإننا دائما نختار موبيل يوضع أو في هذه الحالات عندما نجد كلمات تبدأ ب P أو B أو M في باقي الحالات فإننا سنضع لبريفيكس A E N دكتو لأن هنا جست معناها عادل أو صحيح جست نقول لسن كنترار سي A جست Direct مباشرة نقول Indirect Correct صحيح سن كنترار سي incorrect نضع A E N لماذا؟ لأنه لا يبدأ بهذه الحروف الثالثة الإنكريابل يعني يمكن تصديقه كريابل سن كنترار سي إنكريابل Visible يمكن رؤيته Invisible sans contrarre نضيف له A E N دك ما هي القاعدة؟ عندما نجد كلمة تنتهي ب P B M هذه الحروف الثالثة واتلب منك أن تجد عكسها باستخدام لبريفيكس A E N و A E M فإننا نضع ل A E M في هذه الكلمات التي تبدأ ب P B M باقي الحالات نضع A E N الدرس التالي الذي رأيناه في هذا الفصل الفصل الثالث هو لفخاز نيجاتيف لفخاز نيجاتيف قلنا بأنها جملة منفية جملة منفية دعونا جملة منفية جملة خبرية منفية ثم يطلب منك أن تحاولها إلى العكس يطلب منك أن تستخرج جملة ملفية يطلب منك أن تحاولها إلى جملة مثبتة أو العكس ثم اكري 7 فراز على فرم أفرماتيه donc رالف دي تكس يو فراز نيجاتيه يستخرج من النص جملة ملفية أي تعتوي على هذه الصيرة ثم اكري 7 فراز على فرم أفرماتيه أكتب هذه الجملة في صيغة الإثبات أي حاولها إلى جملة مثبتة من هنا تمرين اكتب هذه الجملة في حالة أندفي أي نحاولها إلى جملة منفية الجملة الأولى مجيد يذهب إلى الشاطئ أول شيء نقوم به هو البحث عن الفعل البحث عن الذعب مجيد يذهب إلى Login ل password مجيد يذهب إلى جملة مجيد يذهب إلى نفع ينضح الأولى إلى جملة ثم دarthك لما لفربي هذه الطريقة نضعو ن قبلة لفربي وليس بعد لفربي دقو مجيد ن وفربي ونواصل إلى الجملة مجيد لا يذهب إلى الشاطئ الآن la grand-mère raconte une histoire تلوي قصة raconte c'est le verbe donc la grand-mère c'est le sujet نضعو ن قبلة le verbe et pas après le verbe نقول نقول نا 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 أتخابه سي وبرب نقوله لِمَطَعَهُ نَتْخَابَ بارف الوالر لكن هنا أتخاب يبدأه بإنه وائل يمكن أن نضعه ثم أتخاب أنا في هذه الحالة عندما نكتبه نَتْخَابَهُ فإنهو يلتقي ده وائل لذن ماذا نفعله؟ نحذفه لأ ونستبدله بإنه نقولو لَوْبُلِسِيَ نَتْرَابُ پَ لَوْلَرَ أخير جوملة لِأِكْزَرْسِسِ اِيْفَاسِلُ التمرينو سهل إِسِي لَوْرَبْ قُلَ نَضَعُوا نَوْ قَبْلَ الْفِعْلِ يَبَعْدَ الْفِعْلِ الْهَنِ إِسِي لَوْرْبَ اَتْرَ يبدأو بِيْنْ وَيَلْ دونك مَدَا نَفَعَلُوْ très bien أولا نبدأو بِيْ لَسُجِي نَضَعُوا لأن الفعل يبدأو بِيْنْ وَيَلْ بهذه الطريقة بَا فَاسِلِ الإِكْزَرْسِسِ نَيْبَا فَاسِل التمرينو ليس سهلا دونك في هذه الحالة عند التحويل إلى جملة منفية انفخاز نيكاتيف ماذا نفعله أول شيء نبحثه عن الفعل عند إجد الفعل نضع ن قبل الفعل وَبَا بعده إذا كان الفعل يبدأ بِيْنْ وَيَلْ أو أَشْ مِيَةً فإننا نضعوا أَبْا بعدلين من ن دمنا أن يكون الدرس واضح ننتقل إلى التمرين آخر هذا التمرين كذلك يعود بكثرة في الاختبارات جو كمبلة بغل برنم البرسونل هو اسم فتاة إذا كان نبيلا جو عبق لابوبي دينا هنا طفلتين أي اسم مؤنث لكن خبية وبر جمع اسم مؤنث جمع نستبدلو بفعمير أَل أَنَ اَنِسَ إِنْيسُ سأمير سأمير إِل إِلْ إِلْ إِنْيسِ إِش شبيع دور chefs أمير أَنَ اَنْيس pickedidas أَنَ face يذهبون إلى المدرسة إلى الماركة الآن يكون كنت تترحف الهفعال ستترحف في الزمان الكظفر لفضل لفضل كنت تترحف إن مزيدة لفضل أولا كنت تترحف كنت تترحف كنت تترحف ثم نترحف لفضل الأر كنت تترحف نضعو لترمي نزو اللتي توفقو لبرونو أل راكوان très بي نضعو لأ أل راكوان إم بل اسطور هي تروي قصة جميلة الآن نبيل لذلك الوضع سي شوازير بيا سيزامي donc شوازير ستاوزير 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 ينتهي بإر كيف نفعلو؟ نحففو أولا لاماردولن في نتيف ونضعو très بيا اذك نبيل لذلك يمكن نستدله بإل أو سingulier نقولو نبيل شوازي donc نضعو إت شوازي بيا سيزامي نبيل يختارو جيدا أصدقاء الآن نو لذلك نحفو أولا أر نضعو لترمي نزو نقولو نو نوزير très بيا نوزيمو ونز علي الابلاج نحنو نحبو ذهب إلى الشاطئ الآن vous le verب سي فنير votre travail فنير سيزامي نحفو أولا نضعو لا ترمي نزو ونزو 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 وترمي نزو نحفو الآن ونزو ثم نزو نزو ثم نزو آي لنزو نضعو الفعل كما هو ثم نضعو لترمي نزو ز أي نقولو vous passerez les examen خلال بضعة أيام أنتم ستجدزون الامتحالات الآن الجملة الأخيرة لنزو 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 كما هو ثم نضعو لترمي نزو أي نقولو جمغي لنزو مع مي نزو أنا أحب أو أتمنى الذهاب إلى حديقة الحيوانات مع أصدقائي voilà إذن كان هذا درس اليوم مراجعة حول الدروس التي رأيناها خلال هذا الفصل الفصل الثالث باللسبة للذين تقدموا في الدروس لأن معظم التلاميذ لا يزالون في المشروع الثاني ولا إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد يستفدوا أنا الفيديو قناة لأعجبكم إذن أنتظروا دائما تعليقاتكم واستفساراتكم نلتقي في فيديو آخر بحول الله تكملة المراجعة وكذلك لرؤية عدة نماذج اختبارات إن شاء الله شكرا على متابعتكم ترككم في لعاية الله وحفظه والسلام عليكم